الحقيقة برضو عايز أتكلم عن واحد من نجوم النادي الأهلي في الفترة الأخيرة ومنتخبنا الوطن واحد من الأعمدة والركائز الأساسية لمنتخب مصر الحارس الأمين السد المنيع محمد الشرناوي الشرناوي تعرض لهجوم في بعض الفترات وكان ناس بتحاول أن تؤثر بشكل سلبي عليه ولكن الشرناوي وابع عقلية الأهلي كان كل همه وكل اللي بيشغل باله هو الشغل والعمل من داخل المستطيل اللي أقدر فقط لا غير عمره مركز في اللي بيتقال على السوشال ميديا ولا عمره ركز على الهجوم اللي بيتعرض له ولا أي شيء من هذا القبيل لما كنت بتكلم عن الشرناوي وقول لها الشرناوي يقول لها كابتن ولا حاجة أنا أهم حاجة يكون جمهور النادي الأهلي سعيد ومبسوط وبالفعل هحاول أرجع لو أنا عندي فعلا مستوية قد يكون قل شوية بسبب إجهاد بسبب توالي مباريات ولكن هحاول أن أنا سعد جمهور النادي الأهلي بالرجوع للمستوى الطبيعي وده اللي حصل الشرناوي بالمناسبة عندما تنظر لمستوى الشرناوي خلال خمس سنين مثلا هتلاقي من الخمس سنين دول كل الخمس سنين مفهمش ممكن شهر ويمكن أقل من كده على عدد المباريات الكبيرة جدا اللي لعب هتلاقي مستوى الشرناوي وده مش طبيعي ده أقل من الطبيعي ما فيش لعيف في العالم بيفضل كده على طول فيش لعيف في العالم بيفضل كويس على طول الشرناوي حارس مرمى منتخب مصر بيلعب كل المباريات منتخبنا الوطني بيلعب كل المباريات النادي الأهلي تقريبا وبالتالي رجع لمستوىه بسرعة بسرعة كبيرة جدا استطاع أن يقود النادي الأهلي خلال الفترات السابقة واستطاع أن يقود منتخب وان شاء الله استطيع أن يقود منتخب مصر في البطولة القادمة في كودفور لأننا بشوف أن الشرناوي هيكون له دور كبير جدا 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 ان شاء الله في حالة فوز منتخبنا الوطني بهذه البطولة هو معشوق كل الجماهير الأهلوية وإذا كنت تريد شاهد عيان على كل البطولات هتقول اسم الشرناوي رقم واحد كل البطولات اللي بيتوج بيها النادي الأهلي الشرناوي بيكون فيها متواجد في الفترة الأخيرة أنا بقول الكلام ده بالأرقام مش أي كلام على الهوى وخلاص ولكن نادي الأهلي محمد الشرناوي قاد النادي الأهلي إلى ست نهائيات مختلفة خلال آخر سبع سنوات آخر سبع سنين أوصل النادي الأهلي نهائي على الأقل دور أبطال إفريقيا ست مرات أمر يستحق أن تقف أمامه كثيرا وكثيرا وتقف أمامه بكل الاحترام والإجلال الشرناوي ليس مجرد حارس مرمى بيعيش فترة رائعة من التألق ولكن هو بالفعل أحدث ثورة بوجهة نظر أنه بيحدث ثورة متقدمة في مركز حراسة المرمى فضلا عن وجوده ققائد وكابتن نموذجي أي مدير فني يتمنى تواجد الشرناوي في حاجة حصلت في المباراة الأخيرة في أمام مودرن فيوتشر يمكن كل الناس اللي قاعدة في الملعب شافت كان هناك أحد اللاعبين وكان عنده مشكلة في الملعب وكل ده ولكن الشناوي تواجد ووقف بصفته كابتن للفريق وحل المشكلة دي في ثانية في ثانية موضوع انتهى اللاعب ده كان متنرفس جدا وزعلان ومتدايق وكل حاجة ولكن الشناوي حل المشكلة طلع وقال له واحد اثنين ثلاثة كل الناس اللي في الملعب شافت هذه الوقعة وحكيتها فالشناوي مش بس حارس مرمى متميز ولكن هو ققائد وكابتن فريق النادي الأهلي وهو واحد من كابتن منتخابنا الوطني ان شاء الله يكون له دور كبير جدا جدا في عودة منتخابنا الوطني ان شاء الله اللي حيسافر يوم 9 يناير او الى ارض الوطن ان شاء الله يوم 14 فبراير وهو حامل لكأس هذه البطولة بطولة الامم الافريقية خلينا نطلع نشوف تقرير صوتي عن الاختابوت محمد الشناوي اشتركوا في القناة